نجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية قال أن هذا الاجتماع تناول متابعة منظومة الانتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية أوجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الهدف هو دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل لموسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف إلى هذه الأسعار والسيد وزير الزراعة عرض في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بما فيها ما تم مؤخرا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول الأمح وعرض الوزير كمان الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية كمحور من أهم محاور تعظيم الانتاج الزراعي بالإضافة كمان أنه ده بيتم مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص أيضا في هذا الصدد كمان تم استعراض الطاقات الانتاجية المتوفرة حاليا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمة أيضا طلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية وتطوير منظومة الأعلاف إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربيين فضلا كمان عن مواصلة رافع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود وده بيتم من خلال منظومة اللقاحات البيطرية اشتركوا في القناة